السلام عليكم و أهلا بكم في حلقة جديدة مع أسامة قبل ساعات و ليلة من مباراة الأهل والرجاء و كل الناس بتقول يا رب و كل جماهير النادي الأهلي اللي رايحة المدرج شكرا من القلب النهاردة من الساعة وحدة دور الجماهير قعدة منتظرة أمام استاذ القاهرة النهاردة من كل محافظة طالعت رحال النهاردة جماهير النادي الأهلي من كل مكان في الجمهورية رايحة ساند لعبي النادي الأهلي في العيد النهاردة يا جماعة جماهير النادي الأهلي بتقدم ملحمة جديدة من ملاحم جماهير النادي الأهلي اللي بتثبت دايما أن جماهير مدرج النادي الأهلي هي الجماهير رقم واحد في المنظومة هي صانعة الإنجازات وبإذن الله يرجعوا النهاردة مبسوطين وفرحانين من استاذ القاهرة وبإذن الله اللي مش رايح استاد القاهرة هنجيب له استاد القاهرة لغاية بيته والغاية عربيته من خلال إذاعة القاهرة الكبرى على 102.2 انتظرونا إن شاء الله واستوديو تحليلي بإذن الله يكون موفق هنبدأ الساعة 8.30 قبل المباراة بنصف ساعة وبإذن الله بعد المباراة نحتفل بأن النادل آلي يقترب من الوصول للمباراة النصف النهائية بعد إن شاء الله تحقيق فوز مريح إن شاء الله بإذن الله ده يتحقق ولكن فريق الرجاء فريق قوي جدا أقوى من السنوات السابقة الأقوى هجوما فيه دور المجموعات متصدر مجموعته يمكن المجموع ما كانش فيها فرق قوية ولكن في النهاية خد ثقة كبيرة جدا جدا عندهم مدرب قدير ومش أهايب النادي الآلي ولكن بإذن الله بإذن الله النادي الآلي يستطيع تحقيق فوز بنتيجة مريحة لأن بنسبة كبيرة نصف النهائي أصبح الترجي موجود فيه بعد الفوز على شعيفة القبائل الجزائري في الجزائر بهدف للأشيء وكان حكم المبراء الكابتن أمين عمر الحكم المصري والحقيقة طاقم التحكيم المصري أدار المبراء بكفاءة واقتدار الحقيقة محتاجين نشوف النسخة المصرية دي لما بتطلع بره زي أمين عمر نشوف النسخة دي في مصر إن شاء الله وإن كان أمين عمر أدار مبراءة نهائي كأس مصر وتحديدا الشروط الثاني والثالث والرابع بكفاءة كبيرة جدا يمكن كان في الأول فيه يعني شدة كده والجمهور ونهائي الكاس لكن أعتقد أعتقد أمين عمر حكام النغبة الأفريقية بدأ يحط رجله بشكل صحيح وشكل سليم في التحكيم المصري والتحكيم الأفريقي لكن المهم بالنسبة لنا التحكيم السوداني النهاردة ما يكونش أقل من المبراء وإن كان وجهة نظري إنه أقل بكتير من المبراء وربنا يسطر ما يعملش دايما براءة طلاقة الجيش في البطولة العربية وإن شاء الله كلنا الثقة في العيب النادي الآلي في إنهم يرجعوا جماهيرهم من المنعب مبسوطين إن شاء الله ده بالنسبة لكرة القدم والنادي الآلي ومبراءة اليوم والجماهير اللي زهبت من كل مكان في الجمهورية لمتسندة الفريق عندي نقطة مهمة جدا حيب أتكلم فيها وده اللي خلاني أعمل فيديو قبل المباراة لما شفت تصريحات الكابتن حازم إمام طبعا كابتن حازم إمام مقفل اللعبة تقريبا يعني أضو اتحاد كرة أضو مجل الشعب يعني شريك في نادي تسماري محلل في قناة أون تايم سبورت مقدم برنامج إزاعي على قناة أون تايم سبورت راديو يعني مش ناقص له حاجة غير إنه يرجع يلعب يعني الحقيقة يعني وطبعا يعني هو كارزمة وراجل غني عن التعريف وهو بيزعل من الانتقاد وبيشوف إن الانتقاد دايما نوع من أنواع التعصب والعصبية فخلينا نتكلم مع الكابتن حازم إمام بهدوء وأنا عارف إنه هيسمع ويشوف وعشان كده بيوجهه بمنطقة تأدير والاحترام والهدوء بدون عصبية خالص وكابتن حازم حضرتك عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم حضرتك النادي الأهلي لم يعلن بشكل رسمي أو بخطاب رسمي الشكوى اللي تم تقديمها أو الاستقناف اللي تم تقديمه أو التظلم اللي تم تقديمه أو المذكرة اللي تم تقديمها للاتحاد المصري لقرة القدم اللي بناء أنا عليه تم اتخاذ قرار من لجنة التظلمات بقاف تنفيذ عقوبة كهرباء فحضرتك لما تطلع تتكلم مختلف تماما عن أنا لما أطلع أتكلم عن أي إعلام يطلع يتكلم عن أي شخص ممكن يطلع يتكلم مهتم بقرة ليه؟ لأن حضرتك عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم فلما تطلع تقول النادي الاهلي كان بيشكو امام عشور من سنتين على فيديوهات كانت داخل غرف الملابس ازاي النادي الاهلي بيعترض الان على فيديو كهربا ان هو فيديو مصور مش في الفيديو الرسمي هل النادي الاهلي بشكل رسمي ذكر ده لا كل المحطين كل المواقع كل الاجتهادات مصادر من داخل النادي الاهلي لكن ما فيش وضوح لمذكرة النادي الاهلي القناة فحضرتك ده افشاء لمذكرة النادي الاهلي القانونية لاتحاية قرات القدم بصفة قاعد ومجلس دور اتحاية قرات القدم ده رقم واحد رقم اتنين انا هنا اتكلمت وقلت بوضوح ان لجنة الانضباط يحق لها الاعتماد على اي فيديو طالما الفيديو ده داخل حرم الملعب والحقيقة ده اللي كان في واقعة امام عشور ولكن انا لما جيت تشهد بقصة امام عشور وكهربا قلت الواقعتين مختلفتين تماما لان امام عشور وشباب نادي الزمالك كانت الاساءة والاهانة واضحة ومباشرة ولا تحمل اي معنين اما قهربا الفيديو اللي تم تسريبه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتم نشره في بعض البرامج الراضية اعتقد زميل هاني هتخوض اول ما نشر هذا الفيديو النادي الاهلي او قهربا اعترض على الفيديو ده او طالب بوجود خبير انه يعني يوضح صحة الفيديو من عدمه ده ده على حد الكلام اللي هو صادر اللي بيتم ترديده ومش على حد كلام مسئولين مفيش مسئول قالي الكلام ده فالكابتن حاذ الامام طلع وقال ان النادي الاهلي بعت الشكوى دي وهو عضو مجلد دار الاتحاد خلال كدم فكلامه مختلف تماما عن كلام الاعلاميين او المقتهدين او المواقع ده كلام شخص مسئول فهنا من حق النادي الاهلي انه يقدم اي طلب ومن حق اللجنة التظلمات طرفه الطلب النادي الاهلي والرد يكون بسيط جدا ان لجنة الانتباط يحق لها انها تتعامل مع اي فيديو داخل حرم النادي او المباراة او الملعب وده كان موجود في حرم الملعب فيديو كاربا اللي تم انتشاره بس هي النقطة الصعبة هنا لكابتن حاذ الامام هو ليه دايما بيعتصدر مشهد وكلمة التعصب بيستدعيها مع ما يخص النادي الاهلي بمعنى ايه بمعنى ان هو النهاردة قال ان النادي الاهلي بسبب التقديم الشكوى دي بالطريقة دي فهو بيزكي التعصب كابتن حازم التعصب هو ان لعب ياخد عقوبة اكبر من المفترض ياخدها التعصب يا كابتن حازم ان اللعب ياخد عقوبة واللوايح في لجنة المسابقات بتقول ان الفعل الفضح ست امبوريات ولجنة الانتباط يا كابتن حازم مفيش فيها مادة توضح عقوبة صدر من الكهرباء اللي هو التأويل اللي بيحمل معنايين انا طبعا كنت رفضه وما زلت رفضه ولكن في النهاية لما نيجي نتكلم قانون غير لما نيجي نتكلم مبادئ مبادئ فيه غلط قانون مفيش قانون بيعاقب على النواية يا كابتن حازم وبالتالي المفترض ان انت لما تيجي تتحدث تعمل حساب كويس قوي لمنصبك داخل اتحاية كرة القدم المصر وبالتالي لجنة الاستناف هي المنوعب بها انها تقول حق النادي الاهلي فين حق الكهرباء فين ادانة كهرباء فين مش حضرتك كابتن حازم واللي قدمه النادي الاهلي لو هو ده صحيح فهو قدمه في مذكرة مش معروضة للجماهير وبالتالي عدم عرضها للجماهير ده ينفي عنها اي تهمة للتعصب واول حاجة كابتن حازم المطالبة بالحقوق ما لايش علاقة على الاطلاق بالتعصب ولكن كلمة تعصب عند كابتن حازم مقترنة دايما بالنادي الاهلي وانا كابتن حازم مش قادر يشتغل بشكل فيه حياد مش قادر يشتغل بشكل فيه موضوعية لان اقول لكم ان كابتن حازم في وقعة كرة السلة حتى مش في كرة القدم لما اتحاد كرة السلة طبق حقوبة على نادي الزمالك بعد ما صدر فيه وكان بيسمح في الدور الاول بحضور جماهير ثم حصل ازمة في مباراة طرفها نادي الزمالك اعتقد مع اسموحة وازمة الاتحاد السكندري والزمالك فقرر اتحاد كرة السلة منع حضور الجماهير فلما تيجي تقول اصل الدور التاني كنتوا عدوها وخلوا الجماهير تحضر لما النادي الاهلي وقتها قال ان لازم الجماهير تخرج من مدرجات وكان وقتها في جماهير وكان وقتها في اساءة مصورة صوت وصورة ولكن الكابتن حازم تغافل ده وقف عند النقطة اللي وقف عندها جماهير نادي الزمالك اللي حاوله يوصله ان النادي الاهلي اعترض على وجود شيكبالا في الصالة شيكبالا بالمسبة تميمة الحظ في لعاب الصلاة بالنسبة للنادي الاهلي والاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي طلع بتصريح واضح جدا ان الاعتراض لم يكن على الاطلاق على وجود شيكبالا ولكن الاعتراض على وجود جماهير ومع ذلك اللي رفض ان هو يلعب المباراة في ظل وجود الجماهير هو مراكب المباراة ولكن كابتن حازم طلع بتصريحاته المعتادة قال كان المفترض النادي الاهلي يعديها لو عاوز ينبز التعصب ان انت فرد في حقوقك لو عايز تنبز التعصب اسمح بأي حاجة ترضي كابتن حازم امام لو عايز تنبز التعصب مش كده وبس تصريحات كابتن حازم امام عن التعصب والنادي الاهلي لا تتوقف على الاطلاق لما كابتن سيد عبد الحفيز طلع بتصريح في 2018 تحدث فيه عن قزمة التحكيم المصري طلع كابتن حازم امام ينتقد كابتن سيد عبد الحفيز ويقولك اللي تصريحاتك دي بتعمل تعصب عند جمهير كرة القدم المصرية ده على يعني مدار تاريخ من كابتن حازم امام وارجع لكم بالتاريخ كمان شوية في 2015 كابتن حازم امام كان شايف ان قناة النادي الاهلي بتزكي ايضا التعصب وهي قناة غير محايدة الحقيقة هي المفترض اصلا تكون قناة غير محايدة لان هي قناة فقوية ولكن انحيازنا في قناة النادي الاهلي المفترض بيكون انحياز بموضوعية اه ده اللي احنا بنسعليه ده اللي احنا بنكتهد فيه ممكن تكون بعض الحاجات بتخرج عن اطار الانحياز الموضوعي ممكن بعض الاخطاء اللي بتصدر من بعض الاعلاميين ده وارج جدا ولكن اطار القناة وسياسة القناة هي الانحياز الموضوعي للنادي الاهلي دون التعرض بالإساءة لأن ده أخرى مثل ما يحدث في قنوات أخرى ده تاريخ كابتن حازم إمام اللي شايف أن التعصب مقترن بالنادي الأهلي ولكن كابتن حازم إمام عمر ما شاف التعصب في رئيس نادي الزمالك انتقد كابتن سادة عبد الحفيز لما اتكلم عن التحكيم المصري ولم ينتقد من تنمر على التحكيم المصري إلا قلب أبو الرسين والقلب مناخير والقلب كرش والقلب كل العبر في التحكيم المصري لم يستطيع الكابتن حازم إمام أن هو يطلع بتصريح واحد ضد رئيس نادي الزمالك وأصلا كابتن حازم إمام حتى لما طلع رئيس نادي الزمالك المعزول بتصرحات أساء فيها لكل اتحاد قرة القدم في الفترتين اللي كان موجود فيهم الكابتن حازم إمام سواء لما كان موجود مع هاني أبريدة وقال أنا عايز عيل بشنب يطلع يمنع قيد لعيبي نادي الزمالك ده رئيس نادي الزمالك من اتحاد القرى ولا طلع عائل بشنب ولا راجل بشنب ولا طلع حد يتكلم عنه خالص وكابتن حازم امام ما كانش واخد باله من التعصب كابتن حازم امام في الفترة الاخيرة لما اساء رئيس نادي الزمالك المعزول لكل حكام مصر لم يصدر ابدا على اطلاق تصريح منه ان ده بيزكي التعصب كابتن حازم امام فقط لغير لما النادي الاهلي طالب باستبعاد حكم اسمه محمود عشور كان متواجد معه على مائدة واحدة بيأكله ملوخية وده ما كانش بالنسبة له تعصب كان عارف ان هو بيتسجل وكان عارف ان هو بينتشر وبالمناسبة نفس المطعم اللي كابتن حازم كالفي ملوخية هو نفس المطعم اللي بيتمنى التوفيق للرجاء البيضاوي المغربي امام النادي الاهلي بسبب ان فيه رجل اعمال عزم يعني بعثة فريق الرجاء البيضاوي المغربي والجهاز الفني واللعابين فبدأ يشجع الرجاء من داخل نفس المطعم اللي كابتن حازم امام كالفي ملوخية مع الحكم محمود عشور ولا ده تعصب ولا ده تعصب كابتن حازم امام فقط لغير عندما وجه الحديث لرئيس نادي الزمالك كان اعتقد فيه وقعتين الوقع الاولى لما رئيس نادي الزمالك فضل يشوي فيه على قناة نادي الزمالك فطلع كتب وتويتا وقال لحد امتى يفضل التشويه في صمعيتي وفي تاريخي والله بيحاول ان هو يبعد المسافات بينه وبين جماهير نادي الزمالك وكان حزين جدا ان حد بيشكك في زمالكوية كابتن حازم امام النقطة التانية اللي تم فيها ذكر مرتضى منصور وحازم امام كتعلسان مرتضى منصور الرئيس المعزول في وقع خروج لعبين من نادي الزمالك من معسكر المنتخب من اجل لعب المباراة مع نادي الزمالك في دور ال64 في بطولة افريقيا تقريبا دوري افطال افريقيا اللي خرج منها الزمالك كالعادة من دور المجموعات طلع وقتها رئيس نادي الزمالك وشكر حازم امام وقال جملة يعني تنهي كل هذا الامر تماما تماما وتوضح ان كابتن حازم امام برغم موجوده في اتحاد كرة القدم فهو في خدمة نادي الزمالك لما مرتضى منصور الرئيس المعزول قلبه وضوح نشكر حازم امام برغم انه بيكلمني في التليفون وبيقول لي ما تشكرنيش ارجوك على الهواء ارجوك ما تشكرنيش على خدمات النادي الزمالك على الهواء ده كابتن حازم امام اللي باختصار شديد عايز يقفل اللعبة من مجزعة في الراديو لمحلل في القناة الفضائية لعضو اتحاد كرة لعضو مجل الشعب المستثمر في نادي يعني ربنا يزيد ويبارك كابتن حازم لكن كل ده كل ده انا ما عنديش مشكلة معاه غير انك بتطلع بتتكلم بصفتك اعلامي وبتتناسى تماما ان انت عضو اتحاد كرة القدم المصري هو ده كابتن حازم اللي بتعمله تحديدا هو ده اللي بيغزي التعصب هو ده كابتن حازم اللي بتعمله تحديدا هو ده اللي بيخلي النظر للتحاد القرى ليست موضوعية هو ده كابتن حازم اللي بتعمله تحديدا اللي بيخلي تفاعل جمهير النادي الاعلي مع التحاد القرى ان التحاد القرى في خدمة نادي الزمالك لان كابتن حازم مش شايف غير بعين واحدة فقط لغير ودايما اللي تعصب عنده مقترن بالنادي الاعلي كابتن حازم حتى في تحليله انا فاكره الواقع كويس اوي لما جنش اعتدى على حامل القرات والطرد هو هاني سليمان في مبارات الزمالك والاتحاد بينه شروطين قال علينا ان نتقبل جنش هو كراكتر وكده وعلينا ان نتقبل هذا الكراكتر لما كابتن الشيناوي يعني انفعل مع ابراهيم نوردين واحنا انتقدناه وقلنا ان ده لا يا صح وانتقدنا حتى كابتن محمد الشيناوي في المورال الاخيرة لما حصل على الطرد وقل ان انت بتكلف فرقتك كتير جدا ولو ده امام الرجاء او في تونس او في المغرب هيكلف الفرق اكبر بكتير من قصة مبراء في الدوري طلع وقال ان كان المفترض يتم عقوبة محمد الشيناوي لكن عند جنش لما بيرتكب عقوبة بنقول علينا ان نتقبل كراكتر جنش ده وقت ما كان جنش فين في نادي الزمالك مش عارف اما جنش في نادي في يوتشار ممكن يقول عليه كابتن حازم امام لكن في النهاية كابتن حازم اللي بيزك التعصب ان يكون المسؤول عن ارساء قواعد العدالة يكون منحاز لطرف على حساب طرف اخر بالمناسبة بيننا اتكلمنا عن كرة السلة ان شاء الله يوم الاربعة هتبتدي التصفيات الاولى لالبال نتمنى من جمهير النادي الالي حجز التذاكر 3000 يا جماعة تذكرة ان شاء الله مش كتير في الصالة المغطاة بست اكتبر ويكون في دعم لفريق كرة السلة رجال اللي بالمناسبة بنقول للكابتن عمر الجندي حمد الله على السلامة هيبدأ يشارك في المعسكر ويكون جاهز ان شاء الله مع النادي الالي في الاولى امبرياته في البال ان شاء الله يوم الاربعة نشوفكم على خير والأهل دائما منتصرا الاهل فوق الجميع سلام